نعم حازم أقول بأن هذه المدينة تترقب بشكل كبير جدا هناك حالة من الخوف الشديد من أن يكون هناك خلال الأيام القليلة القادمة أي توغل بري تجاه هذه المدينة صحيح أن هناك عدد قليل من العائلات نزحت إلى نحو دير البلح وسط القطاع لكن لا يوجد أي مكان آمن السكان هنا ينتظرون بفارغ الصبر أن تثمر المفاوضات الجارية في القاهرة إلى أي شيء من شأنه أن يوقف إطلاق النار وأن يعيدهم إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع حالة الخوف ما زالت قائمة لأن التحليق المستمر لهذه الطائرات الحربية في الأجواء يشعرهم بالخوف والقلق والرعب طيلة هذا اليوم كانت تحلق طائرات الف 16 على مستويات منخفضة وبشكل كبير جدا حيث أن هذه الطائرات تقصف بين الحين والآخر منازل المواطنين والمدنيين العزل كان آخرها استهداف منزل يعود لعائلة زعرب فجر هذا اليوم وصل عدد الشهداء إلى نحو 12 شهيد وأيضا منزلا يعود لعائلة جودة في مخيم الشابورة للاجئين وعلى إثري كان هناك أيضا عدد من الشهداء بلغوا نحو أربع من الشهداء وأعداد أخرى من المفقودين المعاناة ما زالت لدى النازحين هنا مستمرة ومتواصلة وتتعدد من جوانب مختلفة من جوانب هل ستدخل إسرائيل برا إلى مدينة رفح كيف سنحصل على طعامنا وشرابنا في ظل الاستمرار هذه الحرب كيف سننزح في حال طلب مننا التوجه إلى مناطق أخرى حالة التفكير لدى السكان هنا كبيرة جدا ومقلقة للغاية الحدث الأهم هو في محافظة خان يونس في مستشفى ناصر حيث وفات واستشهاد عدد من المواطنين منهم في داخل غرف العناية المركزة لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل وأيضا الخطر ما زال يهدد حياة العشرات من المرضى الذين يتواجدون داخل المستشفى ويتواجدون داخل غرف العناية المركزة إلى جانب مرضى الفشل الكلوي والأطفال الخدج داخل الحضانات حتى هذه اللحظة هناك عمليات تكسير وتنكيل بالمرضى والمصابين وتكسير للأجهزة والمعدات الطبية داخل المستشفى وأيضا تجريف في بعض الأزقة وباحات المستشفى بحثا عن مختطفين إسرائيليين من شأنهم أن يصلوا إلى أي نتيجة لكن حتى هذه اللحظة لم يصل الجيش الاحتلال إلى أي نتيجة جراء انتشال واختطاء وإخراج عدد من جثمين الشهداء في داخل باحات مستشفى ناصر طيب بالنسبة للمستشفى هل تزال القوات الإسرائيلية تواصلوا تمشيطها للأقسام وما المعلومات المتوافرة عن طبيعة النشاط العسكري الإسرائيلي داخل مجمع ناصر الطبي وفي محيطه بداية قام جيش الاحتلال بتجريف الصورة الخارج للمستشفى واختحام كافة أبنية المستشفى مبنى الإدارة ومبنى الرئيسي مبنى الطوارئ والاستقبال وتجميع عدد كبير من المرضى داخل مبنى قسم الولادة هذا المبنى الذي هو يعد عبارة عن طابقين طابق أرضي وطابق أول وتم تجميع المرضى وأعداد من المصابين في داخل هذا المكان حوله إلى ثكنة عسكرية تم دفن عدد كبير من الشهداء في داخل ساحات المستشفى تم تجريف كل هذه الأراضي التي تم دفن فيها حتى ولو شهيد واحد من أجل إجراء فحوصات والبحث كانوا هؤلاء يعودوا لجثامين مستوطنين إسرائيليين تم أسرهم في السابع من أكتوبر هناك تهشيم لكافة المعدات الطبية هناك تنكيل في المرضى والمصابين هناك اعتقال لعدد كبير منهم ولا أحد حتى هذه اللحظة لم يستطع أحد الوصول لأي من الصور أو المشاهد مما يجري داخل هذا المستشفى لكن بلا شك ما يجري في داخل المستشفى هو صورة مشابهة ومطابقة لما جرى في مجمع الشفاء الطبي وكذلك في المستشفى الاندونيسي في شمال القطاع وكذلك كمال عدوان في ظل أن هذه المنظومة الصحية هي منهارة بشكل كبير جدا منذ أول أسبوع بعد بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع ترجمة نانسي قنقر